تقول يعني أنا الحمد لله لا أسمع الأغاني هناك صديقة لتسمع الأغاني أو قريبة لما أنصحها تقول لي يعني ساعة نتوب و ساعة نغني و ساعة للدنيا و ساعة لكذا و شيء تقول أنا ما فهمت هذا الكلام أختي أم أروا بارك الله فيك أولا يجب على المسلم أن يأخذ الدين بقوة و أن يأخذ الدين بجميعه ما عندنا يعني الدين الإسلام لباب و قشور لا الدين واحد الدين واحد قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام و الله جل وعلا أمرنا بطاعته و أمرنا بطاعة نبي عليه الصلاة و السلام و هذه الطاعة يعني الكاملة الشاملة التي ليس فيها اجتزاء ما نؤمن ببعض و نترك بعض لا و إنما نؤمن بهذا الدين و بهذا الشيء لأن الله تعالى ما أمرنا إلا بما فيه الصلاح و الخير في العاجل و الآجل و النبي عليه الصلاة و السلام ما أمرنا إلا بما فيه الصلاح و الخير في العاجل و الآجل و لا نهانا الله عز وجل عن شيء إلا لما فيه من المفاسد المحضة أو الراجحة في العاجل و الآجل و ما نهانا النبي عليه الصلاة و السلام عن شيء إلا لما اجتمل عليه من المفاسد المحضة أو الراجحة في العاجل و الآجل ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل جل وعلا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ والله جل وعلا أمر نبيه وسيد الخلق بأن يتمسك بهذا الدين كما أمر يحيى يا يحيى خذ الكتابة بقوة قل جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك قل جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نتمسك بالدين والدين ولله الحمد فيه انشراح للصدور وفيه لين للقلوب وفيه طمأنين للأرواح الدين ولله الحمد خير كله الدين خير كله ولذلك يعني إذا جئنا إلى المحرمات مثلا اللي الآن حرمها الله عز وجل جبيل محرم واحد الحياة ما تقوم إلا عليه أو الإنسان إذا مرتكبه عاش عيشة ضنكة جبي لي واحد طبعا مش لك يا أم أرواح أنت امرأة صالحة ما شاء الله قولي لهاني محرم واحد أنه والله إذا تركه الإنسان أو ما تلبس به ضاعت حياته أو مثلا أصبح في حراج عبدا هذه المحرمات لا حاجة للناس فيها في المقابل إذا جئنا للمحرمات قليلة جدا بما أباح الله عز وجل أباح الله عز وجل للأشياء الأخرى التي فيها خير ورفع ودرجة وفيها طمأنينة وراحة وفيها إغلاق لطرق الشيطان وسبل الشيطان التي يدخل فيها على الناس وقضية والله ساعة ربك وساعة قلبك لا ما تصرح هذه ما تدري هذه المرأة لعله يختم لها في الساعة التي تستمتع بها فيما حرم الله عز وجل وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عنده مسلم في قصة حنظلة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة ليس معناه والله ساعة القلبك وساعة ربك ساعة نتوب وساعة نذنب أبدا هذا كلام غير صحيح حنظلة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله نافق حنظلة نافق حنظلة فاستعجب النبي عليه الصلاة والسلام كيف نافقت يا حنظلة قال نكون عندك و اتذكرنا الجنة و النار كأنها رأي عين لما نذهب نعافس الأولاد و الضيعات و الزوجات يعني ننشغل بالدنيا ننسى يعني يضعف إيماننا فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات و على فرشكم ولكن ساعة و ساعة طيب ماذا قال أهل العلم ساعة و ساعة يعني الإيمان يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية و الالتهاء بهذه الدنيا ينقص الإيمان هذا الصحابي ما رضي أن يكون على مثل هذه الحالة و لذلك انتفض على نفسه انتفض و انزعج و اتهم نفسه بالنفاق و ذهب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام نافقت يا رسول الله فقال النساء ساعة و ساعة هذا هو لذلك الله عز وجل ماذا قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانه و زدناهم هدى بمعنى أن الإيمان يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصي هذا هو المعنى و لذلك هذه الوقت بارك الله فيها نبهيها و قولي لها قولي لها بأن هذا لا يصرح و القرآن و لله الحمد فيه فيه الشفاء و فيه الغنية و فيه الهدى عن مثل هذه الاشياء و ربما يختم لها و هي على مثل هذه الحالة ذكر بعض العلمة عن رجل كان مثل هذه الحالة و كان مدمن على المعازف و لما حضرته المنية قيل له يا فلان قل لا إله إلا الله فكان يردد و يقول تنتانا تتنتانا تنتانا يعني المعازف تنتانا تتنتانا و مات على هذا نسأل الله السلامة و العافية موسيقى